مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي تقرّجوهم وتقطعوهم وتعطيهم المياه كي يديرون طريقة أخرى ديال هاد الشرابات كما تشوفوا معايا أنتم مرحبا كين واحد الحلامات مهم كل واحد كي يقدم المياه الأراني ولكن هاد الحلقة غادي نقسمها لشقين كين الناس ديال البادية وكين الناس ديال المدينة يعني اللي عندهم الماء ديال الصونبور ديال الروبيني يعني بدرجة العادية ديال الروبيني الماء ديال الروبيني إذا الناس اللي عندهم يعني الروبيني طريقة ديال تقديم ديال المياه إلا رحتم معايا منك تحلوا الماء يعني جميع المناطق المغرب يعني كنهدر على المغاربة يمكن يقدر يكونوا تاب بلدان أخرين يعني الدول أخرين ولكن احنا كنهدروا على المغرب يعني كتحلوا الروبيني كتكبوا واحد الماء يعني أش كتلاحظوا؟ كتلاحظوا أنه في اللول كيكون يعني فيه واحد كشكوشة هذيك الكشكوشة راه الكلور هذيك الماء راه مداوي يعني كتديروا الكلور هذي الكلور اسموه ماشي موذر ولكن راه خصو تخليه يرقد كيفاش تخليه يرقد؟ يعني في العود ما غتعطيه الآن نبدي لكم مباشرة المياه الماء ممكن أنكم تخزنوها في واحد قرعة مثل هذي مثلا قرعة بحال هكا بحال هذي الشكل ممكن أنكم تخليوها في قرعة بحال هكا أو قرعك بصغيرة أو قرعك بصغيرة عشرة يطرهم مثلا ماشي مشكل إذن طريقة وهي كالتالي أنكم ستكبو المياه وتخزنوها بحال هكا تخزنوها تخليوها وحد الليلة كاملة وتعطيوها لهم ممكن أن يتم مشكلة وقادية الناس اللي اللي يخافوا الآن أن يبدي لهم من الحرارة اسموه غادي جيوم في العقل غادي يقولوا باللي غادي نشده يعني فوقي تلك الدروة يعني ديال الظاهرة يعني اللي كتكون يعني الشمس يعني ما كنقوله حارة ونشدوها أعطيهم الماء من كلاجة إذا أعطيناهم الماء من كلاجة كنوا متأكدين أننا غادي توادعوا مع دوك الأراني يعني بالداريجة لا ما نزوقوش هذا إذا أعطيتهم الماء وقيتها ديال يعني دروة ديال الحرارة وهذاك المياه باردة يعني من التلاجة كيسموه كيوقع أن المصامن ديالهم ما كيحتملوش هذيك دراجة الحرارة الباردة مباشرة كيموتو تحلموا واحد كي واحد المدة واحد السيد دارها الطريقة هذي كانت عندو واحد ثلاثة الخلفات يعني عدد لا بأسة به وكان كبرهم مزيان إلا أنه كيتفاجئ أنه كيعطيهم الماء بارد يعني من التلاجة يعني كيقول غادي نخفف عليهم يعني بحالهم بحال الإنسان يعني غادي نخفف عليهم من يعني من العناء ديال الصهد وديال الحرارة قال شنو شنو نعطيهم؟ نعطيهم ماء من التلاجة ماء بارد شنو كيوقع؟ كيوقع أنهم كي الكرش ديالهم يعني الجهاز الهضمي كيقع واحد واحد يعني تغير في درجة الحرارة وكيتفاجئ بهم أنهم كيموتوا هذا الشق الأول من الحلقة الشق الثاني وهو أنهم يكونوا في البادية الناس ديال البادية معروفة أنهم ما عندوش ماء الصنبور إحنا كنا نعطيهم الناس اللي كيشبدو المياه من الآبار من البئر شنو كيوقع كيلقاوا أن الأراميب ديالهم مع المدة كيولي البول ديالهم أعزكم الله كنعتادر على الكلمة هذي ولكن يعني خصني ضرورة نشرح هده هده اللقطة هذي وهو أنهم كيولي الفيزيك ديالهم أحمر مدمم يعني شنو كيوقع كيوقع أن هده المياه الجوفية كتأثر لهم على المسارن ديالهم وكيولي الفيزيك ديالهم مدمم أحمر ما كيف يفهموش علاج طريقة سهلة مش مش مشكلة أنكم تلقوا أن المياه ديال الآبار يعني فيها مخلطة بواحد التراب يعني ضروري أنها ستصفة وخدتصف فيها كيبقى فيها كيبقى فيهم ذاك المشكلة طريقة وهي أنكم تشدوا واحد العشرة يطرون مثلين ولا عشرين يطرون ولا وتديروها على النار يعني تسخنوها لواحد درجة معينة وتقدموها للآرانيب ديالكم وكونوا متأكدين أنها غادي تبدل عليكم الآرانيب ديالكم ما غادش يبقوا يرميوا ذاك الماء يعني البول ديالهم ما يكونش أحمر ومدمم إذن طريقة سهلة بالنسبة للناس اللي عندهم يعني خلاصة القول للناس اللي عندهم الآرانيب ديالهم في المدينة وبغوا يحافظوا على الآرانيب ديالهم كويقاية أنهم الآرانيب ديالهم ما يعطيهمش الماء من الصنبور مباشرة وحتى الإنسان يعني بتال البشر يحاولوا أنكم ما تاخدوش الماء من الروبيني مباشرة خليه إما تسخنوه ممكن أنكم تسخنوه ممكن أنكم تخليه واحد المدعة تشربوه ما تشربوش بالكشكوشة ديالهم هنا راك تؤثر على المعدة بواحد شكل سيلبي كين قضية أخرى وهو الشكل الثاني من الحلقة وهو بكل بساطة المياه ديال الأبار ما تعطيوهاش الآرانيب ديالكم راك تؤثر لهم على المعدة ديالهم سخنوا هذا كل ما وعطيوه لهم للصحة والرحاء إن شاء الله كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم حلقة مهمة حاولوا أنكم تفهموش ناشنوه يعني تعملوا بدكاء مع كيفش تعطيوه الآرانيب ديالكم المياه يعني حركة بسيطة ممكن أنكم تحترفوه على الآرانيب ديالكم الحلقة ديالنا راسالات ما تنسوناش بجر زر جامد كيولا زر الجرس كي يصلكم جديد ديال إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة